مرحبا بكم شونكم شاخباركم إن شاء الله تمام Good morning, good afternoon or good evening Welcome back Thank you for joining me in this entertaining and exhilarating kind of video ماكو وصفة سحرية تتعلم بيها المحادثة بسرعة ممكن أنت كشخص تستغل هذه المهارة وتطورها لأنه اللغة مثل العضلة وأنا تحدثت عن هذا الموضوع سابقا اللغة مثل العضلة أكو عنصرين أساسيات حتى يطوروهم التدريب المناسب والتغذية المناسبة بالنسبة للغة هي كائن اجتماعي فإلى محفزات اجتماعية وإلى حاجة شخصية وطبعا الموضوع هو معقد بس باختصار أنت حتى تتحدث اللغة الإنجليزية لازم تبني على أساس الbackground knowledge اللي عندك ابني عليها شوف شنوه اهتماماتك ومنعدها سوي digression إذا تعرف شنوه digression شكها بالقاموس أنا مو دكشناري فالفكرة أنه أكو حاجة اجتماعية لها كونها هي يعني مخلوق اجتماعي ويموت إذا ما كوا ناس يتحدثوها ويعيش إذا أكو sustainability شون هسا اللغة الإنجليزية يتحدث بها تقريبا 400 مليون شخص اللغة الرسمية لأكثر من 50 دولة اللغة الرسمية اللي يتواصلون بها الناس في أكثر من ألف شنو ألف من 196 دولة حول العالم المراسلات الرسمية مالتهم النقطة الجوهرية اللي أريد أذكرها أنه آداء الشخص هو مونفس كفاعته فالشخص يقيس على وفق الكفاءة ماته مو على آداءه لكن إحنا الجودة الخاصة باللغة تقاس على وفق الآداء ووفق الكمبتنس اللي هو الكفاءة الآداء أو الإداء أو الأداء الخاص بالشخص هو إمكانية إظهار اللغة بالوسطة الاجتماعي اللي يعيش به كفاءة هو إمكانياته الشخصية كامبتنس ماته الهورس باور الإنجين اللي بداخله اللي يشتغل على اللغة أو المحرك هذا نصعب قياس كمية المعلومات اللي بي لكن إحنا نقيسي أداء الشخص performance بالمحيط الاجتماعي ماكو وصفة تطور أداء الشخص سحرية لكن أكو أكو وصفات مو وصفة وحدة وأكو حلول وأكو تدريبات فأنت مجرد ترفع سقف الإمكانية ماتك من معرفة المعلومات الأساسية نقطة وحدة للأمام حتى تتمكن من ديمومة الحديث على المواضيع المختلفة أهم عنصر وأهم فكرة تشدد عليها أنه focus on details من تتحدث يعني مثلا لا تقول I have dinner with my family خاصة أن تتحدث يا أصدقائك استغل هذه الفرصة مثلا أوية المدرب ماتك المدرب يريدك تنتج أكبر كمية ممكنة من الكلام لكن يقاطعك لأنه يريد يصحح لك بعض المسائل مرات ممكن تأخذ الفكر يعني interruptions في قاطعك وهو ممكن يصير عندك أحباط فتحمله شوي تحملونا يعني تحملونا شوي لأن هيا بالDNA مالتنا التصحيح بس هذا يعني إحنا مو مثاليين حقيقة إحنا مجرد نريد نشوف الشخص المثالي من يتحدث باللغة وصلت الفكرة وصلت الفكرة لا لا وصلت الفكرة اللي أريد أشدد عليها وأركز عليها النقطة الثانية اللي أريد أشدد عليها وأركز عليها أنه موضوعة نوع اختيار المواد التدريبية اختار المسائل اللي تحس لها ارتباط بحياتك لأنني قلت لك حتى تنشط اللغة لها أكو حافزة اجتماعية أكو أكو حافزة اجتماعية أكو محافزات اجتماعية فشنها المحافزات اجتماعية المسائل اللي أنت مهتم بيها اللي تريد تطورها وتنضجها يعني حتى تمكنك من أنه تنضج لغتك بطريقة مناسبة وسلسة وجميلة فهذه المسائل اختار فأني هذا كتيب سويته قبل فترة رح أخير لكم يا بالتفاصيل يعني حتى تستفيد من عنده وتطور به هواية أسئلة تقدر تستغلها مجرد خلي توقيت نفسك أنت الدارب حتى يمكنك من تنضيج لغماتك وركز على فوكس عن ديتيلز يعني زيد مثلا لا تقول I speak with my family قول وتختص لأن هو حتى تنضج اللغماتك لازم تتحدث هواية فرقي عنك مجرد أنه أنا متحدث أكثر منك حتى تنضج هاي المخارج الصوتية ماتك حتى الشكل الصوتي للحرف ينضج أكثر فهذا يمكنك بالمحصل للنهاية من زيادة ديموم التواصل باللغة وزيادة ديموم الحوار مع المحيط الاجتماعي اللي انتبه فهذه النقطة الجوهرية والمهمة اللي حبيت أذكرك بها حتى تاخذها فتابع هذا حمل الملف والدرب عليه